ألها المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة تحضيراته لملاقات نظيره الجزائري غدن الجمعة لحسابه الدوري الثالث من تصفية إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بيدومينكان يونس ربيع مدرب النخبة الوطنية وضع اليوم الخميسة خلاللمسات على المجموعة في حسة تدريبية امتدت لحوالي ساعة من جانبه خاض المنتخب الجزائري حسته التدريبية الأخيرة دون سماحه بحضور وسائل الإعلام الوطنية حسب موفد قناة ميديان تيفي لبركان المباراة بين المنتخبين ستنطلق غدا في تمام الساعة الثامنة مساء بملعب بركان البلدي الحمد لله نسمعنا للإستعدادات الغدف أجواء إيجابية كان ميكس بين الرغير والبليزير البنيات وعين بالمسؤولية لهم الحمد لله قال المجورية للمنيات فعالة جيدة متحمسين أكيدا هما المباراة المنتخب الجزائري ما عندناش عليه فكرة عامة ولكن عندنا نبدأ على الكالية الانديفيدويل دي اللي جواز احنا ركزنا على النواقس اللي عندنا احنا كمجموعة ومن بعد المباراة الأولى كيف تكون عندنا رؤية شمولة على الفارق إن شاء الله سنحاول نتعامل مع الأمور ندوز المباراة الأولى ونتعامل مع الأمور في المباراة الثانية بصراحة الاستعدادات تمر بشكل جيد نحن واتقات لقد قدينا عدة دورات معنا هدفنا هو التأهل لكأس العالم عن طريق الجزائر وتقديم مباراة رائعة أمام جماهي رينا الحمد لله السعدادات دايزي مزيان وانا نقوب سودي عبوستاف ونتمنى ان شاء الله اللي يكون مزيان وتاورداته ان شاء الله باش نتكاليفه